في عام 1956 اقترح المهندس المعمري فرانك لويد رايت ناطحة سحاب يملغ طولها ميلاً كانت ستكون أطول بناية في العالم بفرق كبير بطول يفوق خمس مرات طول برج إيفيل ولكن العديد من الانتقادات سخرت من المعمري مدعية أنه سيتعين على الناس انتظار المصعد لساعات أو أسوأ من ذلك أن البرج سينهار بسبب كتلته وقد أجمع معظم المهندسين على ذلك ورغم الدعاية التي رافقت الاختراح إلا أن البرج العظيم لم يبنى قط ولكن اليوم شيد حول العالم مباني أكبر وأكبر حتى الشركات تصمم مناطحات سحاب بطول يفوق الكيلومتر الواحد مثل برج جدة في السعودية الذي يفوق طول برج إيفيل بثلاثة أضعاف عما قريب ربما ستصبح معجزة رايت التي بعلو الميل حقيقة إذن ما الذي كان يحجمنا بالضبط عن بناء تلك المباني الضخمة قبل سبعين عاما وكيف يمكننا بناء شيء بعلو ميل في يومنا هذا في أي مشروع بناء يجب أن يكون كل طابق من البناية قادرا على تحمل الطوابق التي فوقه كلما ازداد علو البناية زاد ضغط جاذبية طابقها العلوي على الطوابق السفلية حكم هذا المبدأ لمدة طويلة هندسة مناياتنا ودفع بالمعماريين القدماء إلى تفضيل الأهرامات عريضة القواعد التي تدعم مستويات علوية أخف لكن هذا الحل لا يسر بالضبط على ناطحات السحاب إذن هرمنا بذلك الطول سيبلغ عرضه تقريبا ميلا ونصف ولن يكون من السهل إدماجه داخل مركز تجاري لحسن الحظ يمكن لمواد قوية مثل الإسمنت تفادي هذا الحجم غير العملي وتعزز أمزجة الإسمنت الحديث بألياف الفلاز لتصبح أكثر صلابة بالإضافة للماء المقلس لنسبة البولومير للحد من التصدع الإسمنت المكون لأطول برج في العالم برج خليفة في دبي يمكنه تحمل حوالي ثمانية آلاف طن من ضغط وذلك للمتر المربع الواحد وهذا يعادل كتلة أكثر من ألف ومائتي فيل أفريقي بالطبع حتى ولو كانت البناية تدعم نفسها فهي تظل في حاجة لدعم من الأرضية بلا دعام يصبح مآل بناية بهذا الثقل هو السقوط والانهيار أو الميالان لتفادي انهيار البرج الذي تبلغ كتلته حوالي نصف طن دفنت 192 دعامة من الفلازة والتي تسمى بالأعمدة بعمق يفوق 50 مترا الاحتكاك بين الأعمدة والأرض يحافظ على ثبات البناية بالإضافة للتغلب على الجاذبية التي تدفع بالبناية نحو الأسفل فناطحة السحاب عليها أيضا أن تتغلب على الرياح العاتية التي تدفعها من الجانب في الأيام العادية يمكن للرياح تطبيق قوة قد تصل إلى ثماني كيلوغرامة للمتر المربع الواحد في ناطحة السحاب وهذا يعادل شدة قوة دفاع مفاجئة لمجموعة من كرات البولنغ إن التصميم بناية تتميز بمقاومة شدة قوة الرياح كبرج شانجهاي بالصين الذي يتميز بشكل انسيابي يمكنه تقليص شدة تلك القوة إلى الربع والهيكل المقاومة للرياح خارج وداخل المبنى تستطيع انتصاص ما طبق من قوة الرياح كما هو الشأن في برج لوتي في سيول لكن حتى وبعد اتخاذ كل هذه التدابير ما زال احتمال تأرجحك داخل البناية واردا خلال إعصار ما إذا ما كنت تسكن الطوابق العلوية التي تفوق المتر الواحد لتفادي أرجحة الرياح للطوابق العلوية للأبراج تستخدم عدة أطحات سحاب كتلة مضادة تصل إلى مئات الأطنع تسمى المخمد الثقلي المتناغم برج تايبي 101 على سبيل المثال توجد به كرة من الحديد الصلب معلقة فوق الطابق 87 حيث تحرك رياح المبنى تتأرجح هذه الكرة ممتصة نطاقة الحركية للمبنى باستشعارها لحركات البرج تحول أسطوانات هيدروليكية متموضعة بين الكرة والمبنى تلك الطاقة الحركية لحرارة وتسهم بذلك في اتزان البناية المتمائلة بتفعيل كل هذه التقنيات يمكن لبناياتنا الضخمة الحفاظ على اتزانها وثباتها لكن التنقل بسرعة داخل بنايات بهذا الحجم يشكل تحديا في حد ذاته في عهد ريت كان أسرع مصعد بالكاد يتحرك بحوالي 22 كم في الساعة لحسن الحظ مصاعد اليوم أسرع بكثير بسرعة تفوق 70 كم في الساعة وهناك احتمال كبير لاستعمال مقصورات المصاعد لسكاك توجيه مغناطيسي عديمة الاحتكاك مستقبلا وذلك لسرعة أكبر وتجمع خوارزميات إدارة الحركة داخل المصعد الركاب حسب الوجهة لحمل الركاب والمقصورات الفارغة إلى حيث يجب أن تكون لقد قطعت ناطحات السحاب شوطا طويلة منذ اقتراح رايت برجه الذي بعلو الميل ما كان يعتبر في أحد الأيام مستحيلا أصبح الآن يمثل فرصا معمارية هي إذن مسألة وقت فقط قبل تشييد تلك البناية التي بعلو الميل إذا تعلمت شيئا من هذا الفيديو فشاركه مع شخص ما الفضول معدن ترجمة نانسي قنقر